ترجمة نانسي قنقر ورقائي المشاهدين مع بداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول بإشارة المخرجة سلام المعلم خليفة اليوم رح نبدأ برنامجنا بموضوع بهم شريحة كبيرة من الأصدقاء اللي عم بتابعونا بنحكي نحن عن القطاع السيحي وقديش منتغنى ومنتذكر بالسبعينات ونقول يا راتب ترجع هديك الأيام ليرجع العز للخزينة بوقت كان أكثر من 9% من مدخول الخزينة يعود للسيحة اللبنينية اليوم نسعى ونسعى في ظل المساعي منقدر نقول مفترض أن تكون متوجة بإنجازات خيرة عسى أن تسمح الظروف بهالشي مع ضيفنا اليوم رح نحاول قدر المستطاع أن تابع هموم وزارة السيحة من خلال دوره كمستشار لوزير السيحة وبنفس الوقت هو عضل لجنة التدابير الويقائية من فيروس كورونا بكل هذه المعطيات منلاحظ أنه عم بيسعى يكون قدر يعني المستوى بكل المشاريع النجحات يلي عم بيتبوأ من خلال أراء كل النقبيين السياحيين اسمحوا لي ابدأ بالترحيب بمازين بودرغام أهله سهلا فيك أهلا فيك حضرتك سيدي أنت اليوم مستشار وزير السيحة وعضل لجنة التدابير الويقائية من فيروس كورونا على وشكن الكورونا الكورونا اجعل بلد اجت وعطلت كل يعني البلد ربا ضارة النافعة مرات هاي مهمة دايما مشكلة شي بس نشوفها من الناحية السلبية كل شيء له حدين مثل السيف الكورونا جاي بوقت صعب بس نحنا مبلشين بأزمة اقتصادية فتنا على أزمة كورونا ولو خلصت راجعنا أزمة اقتصادية يمكن بكورونا لأنه قزية العالم كله وهو وباء على العالم كله هيدا ممكن يخدمنا ببعض النقاط السياحية هلأ بقل لك اذا بتحب تتوسع فيها ايه رح نتوسع ولكن بداية بداية ابدأ يعني مع يعني الشكاوي اللي ورد على برنامج ده بيقولوا انه في 1250 مطعم اقفلوا بسبب الأزمة الاقتصادية زائد كورونا في مصروفين من العمل السؤال نحنا مع يعني فتح المطار وإعادة الحال الطبيعية لكل يعني المرافق بلبنان منقول ماذا بعد كورونا بكير نسأل هذا السؤال بكير لأنه كورونا هو منه وباء عنده وقت محدد ينتهي محدد يعني مثل جريب يعني هلأ نحنا اليوم رحين بإعادة فتح المطار مبدئيا من أول تموز حيكون في عنا فتح مطار هيدا ليطلع القرار الرسمي بالنهاية ممنة نحنا من نحتفظ بالقرار لدوت الرئيس ليعنوا بس مبدئيا التوجه أنه سوف فتحه بأول تموز نحنا اليوم الخطة اللي عنا إياها كدولة أنه نحنا كنا بأزمة اقتصادية قاسية صح مرأنا بتشرين بسببتعاش تشرين فتنا بأزمة الكورونا لأزمة كورونا هو باق عالمي أزى كل العالم مرأنا بسببتعاش تشرين ما سميتها بسببتعاش تشرين تشرين سمينا هي سببتعاش تشرين وتكملي لحد ما وصلنا على شو سمية حراك انتفاضة ثورة هي ثورة بالنهاية هي رأي لبعض الناس هي نحنا ليك نحنا ليه بناخد موقف مع قدود نحنا بنوقف مع كل مطالب بحق وصاحب حق نحنا حدوا معه للآخر من أي فئة كان ولأي فئة ينتمي نحن طالبك بحقوق اليوم نحنا حاضرين بالعكس نحنا حاضرين لنعطي للآخر وإن شاء الله نضلنا دايما عن حسن ظن مثل ما بيقلوها لكل ولكن اليوم هي دي المرحلة الصعبة اللي نحنا مرأناها لسببتعاش تشرين لأزمة كورونا أزمة كورونا وباء عالمي يعني حتى الدونرز المساعدين اللي بيجوا من الخارج بطلوا قدرين يساعدوك حتى القروض الدول اللي تقدر ما عاد قادر حتى نحنا رحنا نوزع الطحين كنا هذه الخطة كنا بوزارة الشؤون لأنه بحكم أنه عنا وزارتين ما نجيب الطحين ونجيب أمح من الخارج من الصين ومن مصر ما قدروا أعطونا لأنه تفضلوا يخلوهم للاكتفاق الزيتي لألون سو اليوم أزمة عالمية هاي دي بتترجم أنه نحنا عنا خلقة أزمة زيادة داخلية اليوم حكينا عن 1200 و50 مطعم أنا للأسف بحكيك أنه جايين على أكتر بعد تسكير نحنا بالألفين لنعمل باك لنرجع للورا بالنهاية عندنا أزمة وهي الأزمة نحنا بسنة الألفين وعشرة كان مدخول السياحة للبنان عشرة مليار دولار وكان عندنا 6000 مطعم أو قطاع مطعمة فاتح بالبلد لا استثمروا زيادة الناس زيد عدد المطاعم لـ 12 ألف أو زيد عدد المؤسسات السياحية والمطعمية لـ 12 ألف ولكن نزل بسبب الظروف والمقاطعة العربية إذا بتتذكر الأحداث اليسارية نزل لـ 6 أو 7 مليار دولار بالسنة حسب الـ UNWTO سنة الـ 2017 كان 5.3 مليار مدخولنا وهذا منظمة عالمية عم تقولك هذا مدخول السياحة المباشرة بالبلد وسنة الـ 2018 كان 6.3 وـ 2019 قبل 17.20 كان متوقع يكون 7 مليار اليوم نحن هذه قطاع السياحة إذا نحن العمود الفقري للبلد ونحن المؤسرين الأول والآخر باقتصاد البلد ونحن لازم نكون لدينا التشجيع الأكبر لازم نحميه كبير طبعاً اليوم مش بس السياحة مش بس الصناعة أو الزراعة اليوم نحن نتوقع من بعد أزمة كورونا ينزل عدد المطاعم اليوم صرنا بـ 8000 تقريباً موجودين بعدهم مستمرين نحن نتوقع أنه بآخر السنة يمكن نوصل لرقم مخيف يعني من تسكير يعني نحن نتوقعينه بحدود الـ 2000-3000 يقدروا يستمروا من المطاعم الموجودة لعدة أسباب الأول عندك لما تقول أنت قدرة الاستيعابية 50% المطعم ما بيقلع بـ 50% بس عندي مشكلة ما بيطلع مصاريفه يعني ما بيقدر نحن ما بيقدر هو يفتح ويطلع مصاريفه اليوم عنا أزمة الأرقيل اللي هو بيتكلوا عليه بعدها أزمة؟ طبعاً بعدها نحن ما طلع التعميم من عنا بالسماح علماً أنه نحن مع قانون منع التدخين ولكن هيدا السيرفز وهيدا السيرفز عنده موجود بالبلد ليش ناخرته فيها؟ ما اسمح ليش ناخرته فيها؟ نحن نتكل دايماً بأي تقرير بيجينا من WHO من منظمة الصحة العالمية من منظمة الصحة العالمية ما أعلنت بعد أنه الأرقيلة لا تنقل الفيروس كورونا ونحن بكل شي عم نعم نبلج بس السيجار ما بينقل كمين والدخل ما بينقل؟ النفخ هي الهواء البرامتر يعني المنطقة الحواليك اللي ممكن تكون تعدى الأرقيل اللي بتعطي نفخ أكتر والسيجار لو نيلا كان لعوه؟ السيجار والله ما شوف نروح لعوه يطلع طلوب منها سهلة ناخد قرار نمشي هلأ بس في مطاعم بلشت عم تأكد؟ في مطاعم لك في مطاعم صحيح ونحن آخر يومين وعم ياخدوا تدبير وهذا حق وعم ياخدوا تدبير بس عادة أي شيء لازم يكون تحت إشراف الدولة اليوم ما بصير قطاع يمشي غير بإشراف الدولة نحن بتنسيق مباشر مع النقابات نقابات المطاعم نعم وعم نتواصل نحن وياهم يوميا هذي الشباب ما أثروا معنا ونحن وياهم إنه في عنا مجموعة بمناطق كتير خالفة وعم تستعمل أرقيل وعم تحدس قوزة بلت عمر غض النظر يعني؟ ما غضينا النظر بس نحن دعينا من مبارح إنه الالتزام الالتزام عدم المخالفة لنكون طلعنا بقرار نحن كوزارة سياحة ما منقدر نقلن باشره غير ما يطلع القرار عن نجنة التدير طب نعمل مؤتمر صحفي يوم نجمع بشرع المطاعم بأونتلياست حدث سمير يعقوب زمني غلطان وكان ناشت كن وطلب مكتار آله نسمع ونحن حاضرين ونحن منعرف قديش الأرقيلة ربحة وأهمية ربحة للمطعم للبقاء ونحن عم نركض أكتر منهم نعم ونحن ما منقصر يعني ما جربنا مرة نحن بس لأقول لك استاذي نحن بالتسكير للمعطردين شو بتقول لهم؟ المعطردين بدنا وقت ما عم نطلب عم نطلب الوقت الصغير مسألة الصعات أيام مسألة يمكن اليوم يطلع على التعميم نحن من ميلتنا كوزارة عم نناقش ومعالي الوزير عم يحكي مع ده مع اللجنة التدابير ومبارح صار في اتصال بالليل واليوم صبح كمان كانوا يتواصل معهم لناخد القرار الصحيح اللي ما بيضي ناشب في النهاية مين بي يأخد القرار مع الوزير؟ الارات تخرى من لجنة التدابير الوخائية ونحنا مقلقة من ي circa هذي اللجنة اللقيقات اللواء أسمر نعم اللواء أسمر بيرقصها بنائا على اقتراح مين بيكت قراته؟ على قرار Imm dancers اللجنة بيطلع للجنة الوزيرية ومن اللجنة الوزارية بتطلع يعني مفترض مع فتح المطار وعودية الحياة لطبيعتها يلي أنت هلأ وصفت أنه هذا القطاع يحتاج لرعاية واهتمام وعينية إذن لكل المعترضين منقلهم القرار القرار بده وقت أصير لنقدر نحنا نمشي فيه نحنا ما منقدر نتسرع ونعرض البلد ونعرضكم للخطر أول غاز شوي تحته ليغلي بسرعه وينضر يعني اللي بيعرفونا كيف عم نشتغل بالوزارة بيعرفوا أنه نحنا عم نركض نحنا وياهو نكتف على الكتف مثل ما بيقولوا باللربناني نحنا بالعكس نحنا القطاع كله حريصين على استمراره وحريصين على بقائه وحريصين على أنه هو النفس الوحيد للبلد معنى نفس تاني للبلد وصورنا إلينا كتير الزراعة بدى وقت والصناعة بدى وقت وكل شيء تاني بدى وقت نحنا الوحيدين المنقدر نجيب بالتعبير الدرج هلأ اللي صار فرشمانيا على البلد نحنا اليوم نتوقع بالسياحة؟ بالسياحة طبعا السياحة اليوم عندك سياحة مقارة في من طريقين من طريقين السياحة الأولى سياحة المغتربين اللي هني من إخواننا العرب اللي هني مخنوقين قاعدين بالحجر المنزلي اليوم البلد الوحيد اللي أثبت لكل العالم أنه من ضمن الخمسة عشر بلد الأساسي اللي هني قد تخطى هيدا المرض هيدا الوبيئة هو لبنان واليوم المنفس الوحيد للبلدين العربية هو لبنان لأنه كمان أوروبا اللي بفترة السابقة ما قلت لك ربا ضارة النافعة نحن غلي الدولار عندنا بس صارت الفالي وقيمة المصاري اللي بديش يشتروا فيها أعلى بأكثلت مرات أربع مرات يعني صار عندهم ربح أكثر مثل ما نحن كنا نطلع على تركيا ونروح على مناطق تانية لنشتري لأنه أرخص اليوم قادرين العرب يجوا على لبنان كل الإخوان العرب والمقيمين بالبلدين العربية يجوا على لبنان لحتى يكزدروا يغيروا جو ونحن أقل بالإذن بس نحن أقل بلد خطر هني كانوا يتكلوا على أوروبا اليوم أوروبا عندها وباء كبير عم يجي اتصالات لعند الرئيسة الحكومية ولعنا من الأوروبيين أنه نحن بنا إذا بنا نفتح البلد نقدر نجي طب كيف تكون تفتحوا يعني المخاطر كيف يجي لعنا ناس نحن الملاطق نحن نعمل لورين وبالدائم موبوءة ممنونك تانكيو على السؤال نحن عم ننزل الخطر دائما لأنه نحن بلد ما عنا خطر عالي قدرنا تخطينا مرحلة الكورونا بشكل ما بطريقة جين شكرا لوزير الصحة دكتور حمد حسن يعطيك الفعافية مع الوزير والطاقم كله طبعا طبعا نحن على اختلاط مباشر نعرف شو تعمل حتى المغتربين اللي اجوا من برة واللي قدروا حطيناهم بالأوتلات ورجعوا راحوا عبيوتهم الشباب ما نامت ما كانوا يناموا الشباب يعطيكم العافية عن جد اشتغلوا شغل جعبار ونزيد عليهم اليوم نحن هنعمل 2 بي سي آر ليش 2 بي سي آر لأنه حسب نحن كل شي متكل على الدراسات العلمية عنا 2 بي سي آر في لبنان يه وحدة بره قبل بـ 72 إلى 96 ساعة و بيرجع بيعمل تاني بس يوصل على المطال فور وصوله بيعمل بيروح على البيت بيحجر نفسه لتطلع النتيجة بدأ 4 أو 5 ساعة بس تطلع بتطلع بتطلع فيه بيقول له أنت نيجاتيف ما بقى فيه 14 يوم يعني ما فينا نحجر 14 يوم جاي يعمل سياحة 4 أو 2 متى حجرة 14 يوم بالأول ما بتثبت فهي اليوم إذا مصد ليت الأكيد في خطر ديماً عم نقول للناس الوقاية هي للحفاظ على البلد وعلى أهلك وعلى ناسك وعلى عيلتك بس أنا اليوم إذا بهمل الوقاية كون عرضت البلد كله للخطر نحنا بلبنان ما بنحمل موجة تاني هادي ضروري الناس تستوعبها ما بنحمل موجة تاني يعني أزمة اقتصادية مع كورونا مسكرين البلد ونرجع نروح نسكره مرة تاني كارثية يعني الناس بتسكر سيد أنت هلأ بنشوي حكيت عن الفراشماني يعني شغلي كتير مهمي لحتى يكون عندنا نحنا يعني استمرارية لقطاع المطاعم يعني كمان يعني كل المطاعم بيقولوا نحنا عم نشتري على أساس الأربع تاليف وعم نحاسب الزبونات على أساس 1515 يعني هذه المواضيع من ضمن الشيء اللي قالوا كمان أستاذ سمير يعوب بالمؤتمر الصحفي بأونتلياس وكان هو محط مفارقة كيف أننا نحنا نقدر نتابع وكله خاضع لضبط أو الضبطة السيحية ووزارة السيحة اللي بتراقب الأسعار كيفين يفوت أنا على المطعم يتفعلوا على أساس ألف وخمسة مر نيلون الزبون هو عنده حق الخيار اختيار صري خيالت على البيسينات وقتا على الطاعم وعلى أولا المقصد من هايكل هايدي جملة أو كل هاي جملة نحنا بنظام اقتصادي حرب أنا معك ولكن الحرية تلزم الناس بالمسئولية والتوجيه عبر الدولة نحنا اليوم طلبنا من الجميع ما يعلوا السعر بشكل مخيف يعني يكون يشتروا على أربع ثلاث يا سيدي يعمل يشتروا على أربع ثلاث ها أوصر نحنا قلنا لهم بدكم تعلوا السعر علوه عشرين خمسة وعشرين بالمئة وعملوا هندسة المانيو بطريقة نظله منطقي لأن الناس تقدر تظهر اليوم إذا بتحط السعر مخيف ليه المقيم بيقدر يشتري وليه فاتحين المطار لا يجي المغترب لمين بدك تبيعهم يعني بك تكلهم حضرتك ما فيك تعمل شيء تاني فاليوم بما أنه ما بدك تبيعهم مضطرين نحنا نفتح بالمنطق نحنا مستوعبين وعننا فكرة أنه الوضع السوق السوداء سوق الدولار يختلف عن سوق المبيع طلبنا منهم ما فيه مشكل عالي سعرك ونحنا عم نطلب من حاكم مصرف لبنان عم نطلب من الدولة المساعدة هذا قطاع عم ينهار في فرق بين الإنسان اللي عم ينزف أو عم يحتضر نحنا عم نحتضر بطلنا عم ننزف عم بيسمع حاكم مصرف لبنان للكم طلبتم اجتمعنا باجتماع عند دولة الرئيس حسانة دياب بنهار الأربع إذا مش غلطان الماضي وعننا اجتماع اليوم الساعة كلتة كمان عند لجنة السياحة مع استاذ أيوب حميل شو العنوان؟ عنوان مطالب مطالب القطاع السياحي لتلبيته اليوم قطاع السياحي ما عم يطلب مصاري نحنا ما قلنا اعطونا مصاري نحنا اللي عم نقلهم ايه تعووا اعطونا بعض الاعفقات الضريبية بعض المساعدات لنقدر نستمر حوافز بس يقدر يستمر يعني إذا بعد في هالنفس تقولوا يلي يكمل مع نحنوية لأنه إذا سكر قطاع المطعمة وسكروا هالأتلات أنا ببعرف شو بعد لنا ما ننسوقه لو للخارج ما عاش عنا شي نسوقه نحنا نظلنا إيجابيين ما نتوقف الدولة مع هذا القطاع لمساعدته دولة الرئيس أعلن الاستجابة الكلي وتبنى كامل المطالب معالي الوزير بعت رسائل للجميع لأنه نحنا مش كلهم من عنا يعني للتوضيح نحنا في اشياء محددة انتو الدينامو نعم صحيح بس نحنا اليوم في اشياء معينة بتصدر من عنا عنا مرار واحد اللي هو الخمس سنين لتأجير السيارات هذا مشروع مرسوم بيصدر من عنا أما البيئة فهن ايه؟ يا أما من مصرف لبنان يا أما من وزارة العمل العدل صوري يا أما من الداخلية يا أما يعني من من عنا فنحنا خاطبناهن عبر رسائل رسمية لكل الوزراء للمساعدة وإقرار هؤلاء الخطط بشكل سريع طب اليوم هذا القطاع يعاني وطبعا الكل بيعرف اليوم أنه بعد فيه تدبير مفترض يعني تباعد اجتماعي مستلزمات ويقائية معاقمات المطاعم عم تدفع حقه منه يعني أنت بتقول لي لكن الأسعار عادة ما بتكون خاضعة يعني لوزارة السياحة هي اللي بتحدد وهي اللي بتتابع كيف بدك تقدر يعني تعرف أنه هذا المطعم قديش عم بيغلي قديش عم بيزين قدي عنده مستلزمات أول شي هذا بطل تدابير وقائية هي صارت طريقة حياة جديدة بعد الكورونا هيدي خلص صارت طريقة حياة السلام بين الناس يعني بس أنت بعد الكورونا طويلة أكيد طويلة أكيد الكورونا ما حتخلص بكرة ولا ممكن تخلص بكرة في موجات من الكورونا نحن نتوقع موجة تانية بأواخر الصيفية وموجة تانية على رأس السنة يعني موجات كورونا بتجي مع الجريب وقت على يدي يعني رأس السنة ليه هاي دي توقع العلماء بيقولوا نتوقع يعني يمكن إن شاء الله ما بتصير ولكن نحن منقول في حال تمت لازم نكون حذرين اليوم بدي بس لك إجي الطيارة من أبيتجان طلع عليها 12 شخص عاملين بي سي آر نيجاتف من هونيك يطلعو عنا بوزيتف هونيك نعم هوا دي 12 شخص نيجاتف نحن اليوم عم ننقل البلدان اللي ما ننجيب منهم الأشخاص كبلدان عنا مصدر ثقة بالبي سي آر اللي عندهم في بلدان عليها فيتو يعني أكيد بنعملهم مش فيتو لما يجي الناس منهم بس يصير ينعمل بي سي آر باللبنان يعني ما بنتكه على بي سي آر الخارجي لأنه نحن عنا إكسبيريينس أربع مراحل جبنا في بلدان بي سي آر نيجاتف يجي نيجاتف أما في مراحل كان البي سي آر يكون نيجاتف يجي بوزيتف يعني هاي دي ولا ممكن نوصق من البي سي آر اليوم نحن ما نقلل نسبة الخطر على البلد ليقدر البلد يستمر فهي دا هاي الاجراءات اللي عم نتممها هاي الاجراءات الرئيسية اللي نقدر نشتغل عليها هاي دا الطريق المفتح في البلد هاي الطريق المنرجع الخطاع يقدر يشتغل هاي الطريق فين نمشي فيها طب اليوم نحن عم نفكر نفتح البلد قلت لي انه اخر الشهر رح يفتح يعني رح يكون له تدبير ايجابية على سوق المطاعم والفنادق ومؤسساتنا السياحية بالواقع انتو بتتوقعوا هالشي نحن متوقعين يكون عندك بداية الفين الشخص يجي بنهار واللي هني حيقصموا اللي هيك بعد بداية عشرة اقل من عشرة بالمية من قدر الاستيعابية المطار لانو بداية عودة الناس في عندك خبرة بتخذها خليل اول شهر كيف صارت الاصلص لتعرف تطور معها وتعالج الموضوع معها نحن الخبرة نحن نخذه عبر الفين شخص يقوموا 420 من 1600 عام نين بي سي ار بالخارج لانو كمان ما بنقدر نعمل اكثر من 30 لأربعة تلاف بي سي ار بالنهار بلبنان معنا الاختبارات عندك 1500 داخلة عندك الباقي من الخارج بدك تخلي احتياط بلكي صار عندك حالات زيادة هون كيبك تستوعب القصص كلها دايما ما نعمل الاحتياطات فالوزارة الصحة عم تتمم هاي المشروع بشكل كامل نحن من ميلتنا عم نساعد بكل الوسائل اللي نقدر عليها بيفتح المطار نستقبل الناس حكما هيدا القطاع ببلش يتحسن نحنا شو اللي عم ندعي فعنا ناس انه ستة شهر ما انهم شايفين اهله اللبناني حيجي اذا احنا دخلنا على لبنان الفين شخص على مدة شهر هول الفين شخص بعد شهر هوا عم يجيب لك ستين سبعين الف شخص هوا ستين سبعين الف اذا كل واحد صرف الف قدي دخل في مصاري على لبنان هاي اسمها فراشماني هاي دي بتعوم السوق اليوم طلبنا من حاكم مصرف لبناني عوم السوق بمصاري ب 12 مليون دولار اخر جمعة بتصور او مبلغ قدره حتى ما يكون لنا الرقم غلا ولكن اليوم هاي المصاري بس تجي هاي اجيت مباشرة للبلد هاي بتساعد ع حركة الاقتصادية الحركة تتكامل اليوم بس يبلش يفوت عالمطار اشتغل المطار اشتغل التاكسي اشتغل المطعم اشتغل الاوتيل وبلش ترجع الحركة هي البداية الصعبة وبس تقلع البداية الاشي بتستمر ووزارة الصياحة مواكب المشروع كله نحنا عم نشتغل على اثنين لفل وهو دورين يكونوا واضحين فيها نحنا عم ندعي الخارج الى العودة الى لبنان اللبناني يجي يزور اهله لانه هدا بيجي ويجيب معه كمان مصريات بيصرف باللبنان عم ندعي انه بلد هو امن كفاية لكل اخواننا العرب والخصوص العرب لانه العرب اقرب لالنا نعم وعم ندعي بالشكل التالت والاساسي وضروري نحنا نتذكر انه اول كلمة لك كل دارة كل شي داره منفع بمكان ما اليوم نحنا دبي غالي جدا السعودية غالي جدا دبي شو هو هايك لنعرف نحنا شو منا نكون شو بغيرنا شو هو دبي هو مركز اقتصادي ومركز رئيسي يخدم الخليج شو بنقصنا بنقصنا قرار نقصنا نحنا نقرر شو بدنا وامان الامان بيجي بستقرر بستقرر شو بدك توصل لكل النتائج اليوم نحنا بنقصنا نقرر اذا قررنا نحنا بدنا البلد ليكون بلد امن وبلد اه اقتصادي نحنا اليوم نستقطب كل الشركات اللي هي لانه اليوم اليد العامل اللبنانية اللي بتشتغل بدباي بيتفعو لها عشر تاليب دولار ممتاز بس اليد العامل اللبنانية تشتغل وليبنان هي زيتها بدك بالأذن اليوم الاجار برا غالي الاجار بلبنان ارخص فاذا اليوم اجوا لهون وبلشوا يشتغلوا من هون في خدمة الخليج والمناطق المجاورة جبت المساري للبلد ان شاء الله ان شاء الله يعني رب ولكن خطة الخطة السياحية هي خطة اقتصادية بشكل عام سيدي سؤال بديه بيترح نفسه نحنا عم نحكي عن فتح المطار وعن حركة متوقعة سياحيا المهرجانات بيسوي نحكى فيهم بهذه المرحلة ولا افدا لا ليش نحنا اليوم اجتمعنا مع المهرجانات بدنا نروح مسكي و يعني اليوم اليوم في قواعد نازم نلتزم فيه اليوم المسكي خلاص قلت لك صارت من lyfs kaikki اليوم التباعد الاجتماعي حكما السلام حكما التعقيم اليدين حكما هاضي صاروا من المسلمات اللي ما هيتغيروا بالقريب العاجل في مهرجان ما فينا نقول يحضر 10 او 20 بالمية هي بيحضر 100 بالمية و بيقولوا منظمين المهرجانات عم نخسر هلا منظمين المهرجانات من اول ما بعرف انا باعرف انهم يخسروا هلا انا ما بدي فوت ليش عم يخسروا�awia اجتمعنا معا مراي اجتمع اولي ومشكورين ها في مواد المهرجانات يعني اجتمعنا مش مهرجانات بالشكل العام بعد ما أخذنا قرارات بهالاتجاه. نحن كدولة نطلب من كل ما أثروا. حرام نظلم الناس. في ناس كتير ما أثرت. اليوم في ناس كتير عم بحاولوا يقدموا للبنان لنقل صورة لبنان الجميلة وصورة لبنان الإبداع إلى الخارج. اليوم المهرجانات عنا ببعلبك في عنا أمسي. في بعلبك السنة. في بعلبك أمسي وحدة في صور. بعد ما وصلنا لهضي. في عنا بعلبك. هاي الأول الوحدة اللي قررت اللي هي عليها الأوركستر الكبيرة حتكون موجودة حتنقل مباشرة على التلفزيونات المحلية والعالمية. هاي دي بالذكرى المئوية برعاية لخامة الرئيس ذكرى المئوية للبنان الكبير. هاي دي كانت الخطوة الأولى. اليوم اجتمعنا مع المهرجانات النيلون وكل من ببلاش. حتى الإضاءة حتى الأوركستر كل الناس ببعلبك في المهرجانات ببلاش. نحن طلبنا من المهرجانات واجتمعنا من يومين. وهلأ حنجتمع نهار التانية نحن وياهون. عم نسأل كل المهرجانات اللي هني يمثلوا صورة رئيسية وحضارية للبنان. نعم. شو فيهم هني قدموا؟ يمكن خسروا كل الأسنين. بس اليوم هني رمز من رموز لبنان. مهرجان بيت الدين رمز. مهرجان جبير رمز. نحن عنا رموز. مما نفرد فيها. اليوم انت بوضع صعب. شو قدر تقدملي؟ الدولة ما معها مصاري. بس اذا انتو قدمت شوي والدولة يساعد. ما فيه مساهمات للمهرجانات. ما فيه عنا مساهمات نهائية. نحن. فالسنة أبدا؟ نحن ميزانية الوزارة كانت وصالت. كانت خمسة عشر مليار. هلأ الميزانية جيتنا سبعة مليار. لبناني. فضلنا لبناني. يا راية الدولار. كنا حلينا نص مشكلة لبنان. كنا تبرعنا. فضلنا بلى رواتب وأجور ومن دون المصاريف التشغلية تسعة وسبعين مليون. لان مشي لبنان كله فيه. تسعة وسبعين مليون. شو أنا نعمل. اليوم أرئيم مخيفة. البلد وضعه صعب. الحكومة وضعه صعب. المصاري ما فيه بالدولة ومفهوم الوضع. بس نحن اليوم عم نجرب نتساعد مع جميع. يعني هالمهرجانات دور أساسي مطلوب منهم يتحملوا معنى المسئولية ما عليه. مطلوب منهم انه يضحوا معنى ما فينا نطلب منه. بس نحن فينا نقلهم تحملوا معنى لأنه وجودكم رئيسي. مساهمة أساسية. يعني نعم تحكي عن أرقام مخيفة يعني بس ورد على بالي بالختام سؤال يعني فيه أصحاب كتير مؤسسات سياحية من نسمع أنه في عندنا صار كتير أعباء مالية ما عم نقدر. فيه يعني خطة لوزارة السياحة اللي حتى تقدر تساعدهم من أجل جدوى لتهذه المستحقات مع المصارف ولا مع غيره. نحن نحن قدمنا المشروع اللي تقدمنا فيه معالي الوزير لا الحكومة ولا دولة الرئيس وأخذ المباركة هو أعفئات وهو مساهمات. نحن كلهم شايفينه أعطيك مسألة بسيطة عندهم قروض بالدولار. طيب الدولار سربة 4000. إذا بتقلهم عن جد سفيع بيكبها للمؤسس يبيهم شي بأي شو بدي فيها. اليوم بدنا نحن نتعامل بالدولة مع القطاعات كلها كيف نرعاها. ما فينا نطلع فيها بس أنه هذا لازم تدفعوه. المساهمات والرعاية هي واجب الدولة لكل القطاعات والقطاع السياحي هو المدخول الوحيد للدولة. يعني هذه ربطا ببعض. وهو العمود الفقري. ومن دون القطاع السياحي ما في لبنان. أنا بدأ أشكرك أستاذ بازيني. يعني بأول أطلالي لألك على برمشاكل وحلول. أكيد رح يتبع أطلالات متلاحقة لحتى نواكب المشكلات السياحية وبهمتك وبهمة كل السياحيين والنقابات بيقولوا أنت عم تشتغل لحتى تكون يعني خير مساعد لألون يعطيك ألقافية. أنت ومعالي الوزير رمزي بشرفية. شكرا لألكم. شكرا لألكم. أصدقائي نحن امتبعين معكم. فاصل للإعلان ونعود. امتبعين معكم مشاكل وحلول ودائما عبر تليفزيون لبنان. اتصالنا هلأ رح يكون عبر سكايب مع عضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملية المستشفيات الحكومية بلبنان خليل كعين. تنستوضح البيان الصادر وشو هي مسبباته في ظل إطلاق الصرخة ودق ناقوس الخطر. ألو. أستاذ خليل مرحب فيك عبر مشاكل وحلول من تليفزيون لبنان أهلا وسهلا فيك. البيان الصادر نبارح أنت طلبتوا مع وزير الصحة التدخل لدى وزير المال لحتى تقبضوا معاشاتكم. لأنه فيت أكتر من 80% من موظفي المستشفيات من دون رواتب من أكتر من شهر. مفترض مستحقاتكم توصل لعندكم. هذه الخلاصة إذا ممكن تعطينا بعض التفاصيل. التفاصيل نحن عادة للأسف. قبل أزمة كورونا نحن عطول على الأنين بالروتين السيء بين وزارة الصحة ووزارة المال. الروتين بطيء. ما ملقبط مستحقاتنا وهذا بيؤدي كمان أنه ملقبط مع شاتنا. نعم. كمان وزير الصحة مشكورا أسبوع الماضي حول المستحقات طال 2019 على وزارة المال. نحن عما نتابع مع موظفي وزارة المال. يعني فيه بطء نوعا ما في وزارة المال. هذا الموضوع نحن نتصور مستشفيات سرة شهرين وثلاثة وأربعة ما أبضت رواتبها موظفينا. نعم. بأزمة مثل أزمة خطانة. بأزمة ابتصابية. بأرتفاع الدولار. نحن وين عايشين؟ يعني الدول العالمية. دول كل دول العالم اعتبرت الموظفي من استشفيات حكومية هن الجيش الأبيض وعطوهم كل حقهم. نحن في لبنان ما عاشنا حتى هو ما عاش لحد الأدنى مع المقبضون. للأسف يعني نحن هون نحن نطالب وزير الصحة يتدخل شخصيا لدى وزير المال للاسراع. لديك مستحقاتنا لمقدة تقبض هاتف حين ثلاثة. نحن بأزمة خطانة عدد المرضى تكون قل لأنه اعتبر المستشفيات حكومية تمدون مراكز قبل مرضى الكورونا فالمريض العادي بطل ايش اللي عنا؟ فعنا ازمة سيولة عكل الجهات. فالمطفوظ هون من مجلس الوزراء مجتمعان التدخل سريع وصرف مساهمات عائشة. أولا إنكاز الوصف للإستشفيات حكومية ثانيا لكي يتسنى لموظفي استشفيات حكومية قد رواتبط. من هون نطرة نحن على الاستفهام نحن على موظفي استشفيات حكومية اللي عذابها أربعة ثلاث وخمشمية وموظف عطول عمال كل سهرات معاناة مقبل أو مقبل رواتب. فنحن حلق فعلنا بالشعب الناج بالطرف للعبطلة قدم قانون حتى المجلس اللي هو القانون أدوانه إعادة قدامنا للباع الملك نعم ملك تجاري. هيدا خشبت خلاصة حلنا هنصول مقبل طارق من وزارة الصحة هذا الموضوع والجمال هذا الموضوع تخلصنا من كل المساكل يعني أنا بعدك أن الصارقة رح توصل لليوم لوزير الصحة ولكن اللي بدي أقول لك وطبعا لمعالي وزير المال اللي هو صديق ولكن يعني أنتم طلبتم من وزارة الصحة التدخل لدى بعض إدارات المستشفيات الحكومية لتطبيق قانون سلسل لترتب والرواتب لهلأ بعد ما نفذته يعني بالخلاصة أديش عدد هذه المستشفيات التي لم تنفذ السلسل بعد مستشفيات المستشفى اللي نفذ تقريبا 24 مستشفى بيأجي 6 مستشفيات فاكومية تصور أنه ذلك ظرف اقتصادي سيء لسه بعد الإدارات ما طبقت بحجة عدم موجود الأموال مع أنه كل المستشفيات فاكومية وابعة سيئ بس الكاذر البشري بالمستشفيات فاكومية لا يتحمل وزر أنه مش مصاري بمصاري وفي أز بنبالي بكل المستشفيات بس هذا لا يعني لازم إدارة المستشفيات فاكومية تطبق المراسيم من سنتين كل الموظفين المستشفيات الإدارات العامة أبضوا سلسل ترتب الرواتب نحن العرية التي عالنا دون 100 دولار إذا نحسبنا على الدولار هلأ 200 دولار للأسف تطبق مطلوب إلى الكتار الصحي العام أو لويدي أو لويدي كمان نحن عم نقول نحن موضوع كورونا وموضوع فرق الدولار أثر كتير على موازن في المستشفيات الحكومية فالمطلوب عن زادة صرف مساهمات عاجلة على كل الناس على كل حال وكل العمال نأثروا نعم بس نحن كتار صحي وأمن الصحي من الدولة مجتمعا تهتم بالكتار عن جد وليوم بيصل عن الصرخة كنان يوم اليوم بيستشفى داولكم الحكومية نعم عما يصير كنان معين من النظافين ما هتضر ويتبهم هنه هنه رأس حربي بمحاربة الكورونا وطف الشباب فوق ومزرقنا شوديا المضراب وطف الفكرة خليل نعم الفكرة يعني نحن عن جد عن جد من منبرك اللي عطول بصلنا صوتنا وانتي صوتنا عطول انه مطلوب عن جد هذي يكون اليوم تقنى كوس الخطر نقبض رباتتنا كل اخر شهر شكرا لألك يعني هذات حدوه مع كل مرة كل شهر شهرين ثلاثة معقصهم وستكير ومخرب الدكت كرمان مقبض ما حد منورتتنا شكرا لألك خليل كاعين عضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان شكرا سيدي أصدقائي بالختام رح نكون بأجواء عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال لقاء خاص لكاميرا برنامج مشاكل وحلول مع الدكتور محمد كارك اللي تحدث عن عمل الصندوق خلال أزمة كورونا لتمرير هذه المرحلة الصعبة وعن دفع التعويضات من قبل الصندوق بصورة أسرع في هذه المرحلة عن حاجة الصندوق لبعض يعني المواقف الأساسية لتسريع عمليات الدفع الدفع التعويضات وتسيير المعاملات بين قال أنه في أربعة آلاف مليار ديون للدولة ومفترض طبعا كتير من المواضيع نتعرف عليها على أمل أنه تتحقق بأسرع وقت لحتى يقدر يستمر هذا الصندوق الوطني يلي هو صمام أمان لشريحة كبيرة من العمال والموظفين معها الربرتاج بشكركم وبشكر متبعتكم تنتجدد موعدها بكرة منلتقي بحلقة جديدة دائما عبر التليفيزيون لبنان إلى اللقاء يعني بداية بدأ نتشكر تلفزيون لبنان على الاستضافة واللي فعلا كل مرة بيدوي على مواضيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحنا اللي بنحب نحكيه بالبداية هو كيفية مواكبتنا لموضوع وأزمة كورونا بالبلد يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما سكر بويبه نهائيا يعني مثل ما بتعرفوا المركز الرئيسي ظل فاتح كل أيام الأزمة يعني من أزار لليوم نحنا تقريبا كنا موجودين إلى جانب المواطنين وبالتالي التقديمات الضمان الاساسية ظلت مستمرة رهم كل الأزمة اللي بحب لكم يعني من أول يوم عملنا خلية أزمة وبالتالي كان الموديل العام مع فريق عمله عم بيتابع كل ما يتعلق بالمضمونين يعني نحنا بداية علجنا كل ما يتعلق بموضوع الاستشفاء لأنه كان في ضرورة أنه كل المضمونين يقدروا يفوتوا على الاستشفاء ويعملوا الأعمال الطبية والجراحية دون أي مشكلة وبالتالي الخطوات الأولى بلشت بالأعمال الاستشفائية بعدين مثل ما بتعرفوا صار في موضوع الأدوية السرطانية والمستعصية هاي الأدوية اللي مكلفي جدا واللي طبعا في بعض الأدوية عشرة خمسة عشر مليون وبالتالي ما بيقدر المواطن ينطر فترة طويلة ليسترد من الضمان كمان هيدا الموضوع للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل آليات سريعة وبشر بدفع كل ما يتعلق بمعاملات الأدوية السرطانية والمستعصية وبالتالي تباعا كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي يعني عملنا خطة تدريجية من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية يعني بلشنا مثل ما عم نقول موفقات استشفائية أمراض سرطانية رحنا لبراءات الزم الاشتراكات تعويضات نهاية الخدمة وصولا آخر الشي مثل ما بتعرفوا للأدوية العادية وبحب لكم أنه نحنا بأول حزيران يعني من بداية الأسبوع الماضي نحنا كنا سباقين رغم كل ما يتعلق بموضوع التعبئة أنه ما زال سيري بلبنان نحنا فتحنا بشكل كامل اعتبارا من واحد حزيران 2020 وبالتالي كل تقديمات الضمان الاجتماعي صارت مأمنة للمواطنين ولكن اللي بحب أقوله أنه عملنا آليات جديدة يعني كل التقديمات صارت مرتبطة بعملية الاتصال المباشر وبحجز مواعيد مسبقة بالضمان الاجتماعي وبالتالي معادة يجو العالم يتكاسفوا على مكاتب الضمان الاجتماعي صار كل واحد يعرف بأي موعد بده يجي بالإضافة لهذا الموضوع بدأ لكم كمان نحن أخذنا إجراءات كتير مهمة على صعيد كيفية محاربة وكورونا والمحافظة على المواطنين وإن كان المراجعين أو المستخدمين يعني نحن عقبنا مكاتب الضمان الاجتماعي أكتر من مرتين أخذنا كل سبل الوقاية كمامات قفزات كل البرودويل التعقيم وبالتالي اشتغلنا على الموضوع بشكل كتير كبير يعني دفعنا أكتر من 100 مليون ليرة تجهيزات وإلى ما هناك لحتى ما تنتقل العدوى إلى الضمان وبحب تشكرون أنه لغاية اليوم نحن ما صار عندنا ولا حالة كورونا لا بين المراجعين ولا بين المضمونين منشان هيك منعود من أكد أنه نحن عم ناخد كل الاحتياطات اللازمة وأول رسالة بحب وجهها من خلال تلفزيون لبنان هي نأكد على المواطنين ضرورة احترام كل ما يتعلق بموضوع السلامة والأمان الصحة يعني كل تعليمات وأرشادات وزارة الصحة وكل تعليمات الضمان الاجتماعي لازم احترمة إن كانت تباعد أو وضع الكمامات أو وضع القفزات لحتى فعلا هالعملية تتم بكل سلاسة بالإضافة لهذا الموضوع اللي بحب أقوله أنه كمان نحن هون هي مناسبة لنتشكر كل اللي ساعدونا بهالفترة بدي بلش بمعالي وزيرة العمل اللي كانت عم بتتابع كل يوم بيوم وكل ساعة بساعتها كل ما يتعلق بموضوع الناس اللي هم الأساسي كان إنه كيف نسرع بتأديمات الناس بدنا نتشكر وزير الداخلية اللي كمان سمح للضمان بموضوع المفرد مزوج إنه استسنانة من هذا الموضوع لنقدر يجو موظفين الضمان إلى المكاتب بدي تشكر رؤسة البلديات اللي واكبونا واللي أمنونا العناصر لحتى تساعد بتنظيم عملية الدخول إلى المكاتب طبعا والشكر الأهم والكبير هو لمستخدمين السندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي فعلا يعني نحن بنقول بدنا نهنيهم من المدراء إلى أصغر موظف بالضمان الاجتماعي لأنه نحن كدنا بنعتبر حالنا مثلنا مثل المؤسسات الصحية والاستشفائية نحن بخط الدفاع الأول وبالتالي كان واجبنا نكون حد المضمونين وبالتالي أنا بدي تشكر كل المعنيين بالضمان الاجتماعي مجلس إدارة اللجنة فنية وجميع مستخدمي الضمان الاجتماعي من المدراء وإلى أصغر موظف بالضمان اللي كانوا عم بيواكبوا معنا هيدا الموضوع دور السندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكل اللي بيعرف بوقت الأزمات ما في يعني بكل بلدان العالم كل التجارب أثبتت و اللي بيكون في أزمة البلاد اللي فيها ضمان اجتماعي بتقدر تمرؤ الأزمات بشكل أفضل وبالتالي لو ما فيه ضمان اجتماعي بلبنان كان الوضع أسوأ بكتير وهون بحب طمن كل الناس لأنه مثل ما بتعرف فيه هجم كبيري على تعويضات نهاية الخدمة بالسندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحن هون كمان كسفنا لأنه طبعا وهي تعليمات معالي وزيرة العمل أنه نشوف كيف نسرع دفع تعويضات نهاية الخدمة لأنه فيه كتير ناس تركت شغلة فيه ناس طلعت على السن وبالتالي فيه كتير ناس صار ما مع مصاري لا تقدر تاكل طلبات نهاية الخدمة وهون بحب بشر اللبنانيين أنه نحن تقريبا الوطيرة ارتفعت بشكل كتير كبير يعني كنا عم ندفع أسبوعيا بحدود أربعمائة خمسمائة طلب بالأسبوع هلأ عم ندفع بين 800 لألف طلب نهاية خدمة بالأسبوع وبالتالي عم نسرع قدر المستطاع كل ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة للناس لحتى فعلا تقدر تصمد أما بيظلها الوضع الاقتصادي السيء بالبلد بس هيدا الموضوع مثل ما نحن مثل ما شايف أنه كل التقديمات الصحية عم نقدمها كل تعويضات نهاية الخدمة عم نقدمها هيدا بيفتح موضوع أساسي هو موضوع العلاقة مع الدول اللبناني وتزديد ديونها للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي فنحن كمان هاي الرسالة الثانية نحب نقولها أنه صار إلنا على الدولة اللبنانية أكتر من 4000 مليار وبالتالي الدولة اللبنانية من الـ 2015 لليوم ما دفعت شيء للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستثناء دفعها بحدود 60 أو 70 مليار اللي هي ولا شيء تقريبا وبالتالي نحن عم نوجه رسالة قوية وحاسمة ونهائية للدولة اللبنانية أنه ما فيك تتخلي عن الضمان الاجتماعي وبالتالي بدك تباشري فورا إلى دفع مستحقات السندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلا نحن مش مستعدين نكمل إلى مالة نهائية بالاستعانة نحن عم نستعين بأموال نهاية الخدمة لنمول فرع المرض والأمومة نحن عطينا حد نهائي مع نهاية العام إذا الدولة اللبنانية ما كانت قايمة بواجباتها نحن حنروح بإطار القرارة الصعب أنه نقول نحن ما حنقدر نكمل بدفع التقديمات الصحية وبالتالي من هلأ عم نقل إلا للدولة اللبنانية بدأ تقوم بواجباتها بدأ تلاقي الطرق مثل ما عم بتلاقي طريقة لتدفع للكهرباء للمستشفيات للمتعهدين ولكل الإدارات والوزارات بدأ تدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنه هو صمام الأمان الاجتماعي وبالتالي منتأمل التجاوب نحن عملنا زيارة لمعالي وزير المالية وعدنا خير بهذا الموضوع وبتأمل التجاوب بأسرع فرصة ممكنة لأنه الضمان الاجتماعي مثل ما عمل لك نحن ماخدين قرار نهائي نحن ومجلس إدارة الضمان من هلأ لآخر السنة إذا الدولة ما بدأت تدفع حنروح بخيارات آسية وبالتالي منحب نحن طبعا أنه ما نعمل أزمة بالبلد ولكن إذا اضطرنا أنه نعمل أزمة بالبلد حسير في أزمة كتير كبيرة إذا الدولة اللبنانية ما بدأت تبادر إلى دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثل ما كنا عم نحكي عن الوضع المالي بنا نحكي عن الوضع بالموارد البشرية الضمان الاجتماعي صار عنده شواخر 55% يعني نحن عم نشتغل ب45% من الكادر تبعنا وبالتالي هناك كمان مثل ما عم نقول على الدولة أنه تدفع مصريات الضمان كمان هناك واجب على الدولة اللبنانية أنه ترفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالموارد البشرية اللازمة يعني نحن بحاجة على الأقل لـ 300-400 موظف لنقدر نخدم بطريقة أفضل فيما يتعلق بالمراجعين مثل ما بتعرف طبعا عملنا إليات جديدة منصات إلكترونية وكله صار يحجز مواعيده عبر الواتس آب أو عبر التليفونات وإلى ما هنالك بالتأكيد العالم بدأ شوية وقت لتترقلج مع هذا الموضوع بس نحن شفنا الأسبوع الماضي عملنا كتير ريبرتاجات التلفزيونات مش نحن يعني النيو تيفي تلفزيون لبنان الام تيفي الالبي سي عملت مقابلات بالنبطية ببيروت ببعلبك بصور كل المواطنين أسنوا على كل التدوئات الالكترونية الجديدة اللي عملت بالضمان الاجتماعي ونحن هلأ عم نشوف لنختار أفضل التقنيات اللي عملت بكل المكاتب ونوحدها على كل مكاتب لبنان بالإضافة للي عم تتفضل فيه والأمور الروتينية أنا بحب كمان بشر اللبنانيين يعني بالرغم من كل الأزمات اللي نحن فيها نحن كمان ما عم نترك الأمور الأساسية يعني نحن كإدارة بالضمان الاجتماعي عم نتابع مشروعين كتير مهمين أول شي موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية اللي كل الناس بانتظار أنه يصير فيه عنا نظام تقاعد بلبنان يعني يبطل عنا تعويض صرف يصير عنا معاش تقاعد مدى الحياة وهون بنحب نبشر المواطنين اللبنانيين أنه اللجنة الفرعية باللجان النيابية المشتركة اللي منبسقة عن اللجان النيابية المشتركة اللي هي برئاسة معالي الوزيرة نقول لنحاس عم بتقوم بشغلة كتير مميز ونحن إن شاء الله متأملين من هلا لأبل آخر السنة ننجس كل التعديلات اللازمة على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية لحتى ينرفع للهيئة العامة لمجلس النواب وينقر وهيك منكون عملنا إنجاز تاريخي بحيس أنه أمننا معاش تقاعد مدى الحياة وبالتالي هيدا مشروع كتير مهم عم نشتغل عليه بالإضافة لهيدا الموضوع في مشروع جديد كمان لأنه هيدا المشروع قديم شوي في عنا مشروع كتير مهم وهيدا كانت الداعية والسبقة لإله معالي وزيرة العمل هو إنه مبدأ نشتغل على صندوق للبطالة بلبنان وبالتالي هيدا كمان مشروع كتير مهم معالي وزيرة العمل من حوالي أكتر من ثلاث أو أربع أسابيع قعدت معنا وقعدت مع منظمة العمل الدولي وحطت الإطار اللازم لحتى يبلشوا يشتغلوا بمنظمة العمل الدولي على مشروع البطالة للبنان ونحن كمان استتبعنا هيدا الموضوع باجتماع عنا بالضمان الاجتماعي وطلبنا رسميا من منظمة العمل الدولي إنه تحضرنا مشروع يتلائم مع الأوضاع بلبنان طبعا نظام البطالة مش من هلأ إنه بدنا نبلش نقفع لأنه بدك تتموله مسبقا يعني هي الفكرة إنه تقريبا إنه مناخد شي نقطة اشتراكات من صاحب العمل ونقطة من الأجير ومنراكب هالأموال ووقت الواحد بعد فترة زمنية اللي بيكون مشتغل ثلاث سنين مينيموم أو أربع سنين تتحدد إذا توقف عن العمل بياخد معاش لشهرين أو ثلاثة أو إلى ما هنالك حسب سنوات الخدمة وبالتالي عم نفكر بنظام للبطالة إلى لبنان وإن شاء الله هيدا المشروع كمان بيبصر النور بالسرعة اللازمة بجهود معالي وزيرة العمل اللي عم بتتابع هذا الموضوع لأنه هيدا موضوع كتير مهم بس إنه كمان هيدا مش دغري بده يتطبق يعني في حال إقرار القانون مثل ما عمل لك بده تمويل مسبق بده ثلاث سنوات على الأقل بعدين لم بلش نشتغل بهذا الموضوع بس منكون أسسنا دعامة إضافية بإطار تعزيز الحماية الاجتماعية بلبنان وبالتالي لأختم أنا اللي بحب أقوله إنه نحن كل الأمور الروتينية والعادية بالضمان الاجتماعي عم منقوم فيها رغم النقص الهائل بالكادر البشري بالإضافة لهيدا الموضوع نحن عم منقوم بكل المشاريع لتعزيز الحماية الاجتماعية بلبنان يعني تأمل نحن مثل ما بتعرفه عملنا الضمان الصحي للمتقاعدين وهيدا اللي بلشنا فيه بالالفان وسبعة عشر واللي نحن اعتبرناه بأهمية تأسيس الضمان الصحي بالسبعين يعني بالماضي كان المواطن بس يصير عمره ستين أربع وستين يترك الضمان ويبطل مضمون صحيا هلأ صار مضمون صحيا مدى الحياة بالإضافة لهيدا المشروع هالمشروعين اللي حكينا عنه إذا قدرنا عملنا معاش تقاعدة مدى الحياة بصير المواطن اللبناني المضمون عنده معاش مدى الحياة وإذا قدرنا عملنا نظام للبطالة كمان بصير أنه المواطن لا سمح الله إذا فقد عمله لمدة كم شهر بيقدر يطلع له راتب حوالي خمسين ستين بالمئة من راتبه لا يقدر يكون لقى عمل إضافي وبالتالي يعني بكل صراحة نحن منعتبر أنه بهالفترة من ثلاث أربعة شهر لليوم الضمان الاجتماعي كان من أكتر المؤسسات الديناميكية بالبلد ولازم تكونوا رأبتوا وشفتوا هيدا لأنه مثل ما قلنا ما توقفنا والنهار كنا باستمرار حولها وإلى جانب المواطنين إن كان أصحاب عمل أو عمال وكمان ما تنسوا يعني بالإضافة لكل الإجراءات اللي أخذناها أخذنا إجراءات كتير مهمة لتساعد أصحاب العمل مددنا مهل دفع الاشتراكات مددنا براءة الزمي لآخر حزيران وبالتالي عملنا كل التسهيلات اللازمة إن كان للمضمونين أو لأصحاب العمل يعني مثل ما الضمان قدم أنا برأيي على الدولة اللبنانية إنه كمان تبادر وتساعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتدفع له مستحقاته بالسرعة اللازمة وفي نقطة أخيرة بدي أعود شير لإلهية تتعلق بموضوع المضمونين الاختياريين وهو المجموعة من الناس اللي هن بحدود 11 ألف مضمون مع عيالهم تقريبا 25 ألف إنسان اللي هن متركين للأسف في اعتمادات بوزارة المالية أكتر من 130 مليار ومش هم يندفعوا للضمان الاجتماعي هاي ديون للضمان الاجتماعي لفرعة ضمان الاختياري هود الناس ما عم ياخدوا تقديماتهم الصحية وعم يوقفوا علاجاتهم وفي ناس عندهم أمراض سرطانية ومستعصية يعني عم بيصير فيه كارثة الاجتماعية بالبلاد للأسف لأنه ما عندهم صوت ما عم بتبين فأنا كمان برفع الصوت لوزارة المالية تسارع بدفع مستحقات الضمان الاختياري لحتى كمان نلبي وندفع تقديمات الصحية للمضمونين الاختياريين نحن عنا تقريبا مليون وستمائة ألف إنسان بيستفيدوا من الضمان المضمونين مع عيالهم أكتر من تلت الشعب اللبناني بالتأكيد بتصير فيه مراجعات يعني قبل ما تفوتوا كان فيه أحد المراجعات من أحد الأطباء وبالتالي عطول فيه مراجعات من أطباء من مضمونين من أصحاب عمل نحن اللي بنحب نقوله أنه نحن كلفنا مدير التفتيش والمرائبي بمتابعة كل مكاتب الضمان الاجتماعي وعملنا الأسبوع الماضي اجتماع لكل رؤسة مكاتب الضمان الاجتماعي وعطيناهن التعليمات اللازمة بضرورة حسن استقبال المضمونين وتسريع إنجاز المعاملات ونحن مثل ما بتعرفوه في مكتب شكاوة ونحن مكاتبنا مفتوحة ومدير التفتيش والمرائب اللي هو لأمسلم كل مكاتب الضمان الدكتور غازي أنسو كمان بابه مفتوح وبالتالي أي مواطن لبناني عنده أي شكوى بيقدر إما يجي لعنا مباشرة أو إلى صندوق الشكاوة مكتب الشكاوة أو للمدير المكلف بمتابعة المكاتب بالإضافة لها الموضوع نحن عنا جهازين للمرائبة الإدارية على المستشفيات والمرائبة الطبية على المستشفيات وبالتالي كل أجهزتنا موجودة لحتى تكون إلى جانب المواطنين فبتأمل مثل ما أعمل لك مثل ما نحن كنا حد المواطنين حد أصحاب العمل حد الدولة بهالفترة الصعبة أنه يبلش تبلش الدولة تلتفت للضمان الاجتماعي وتأمنوا حقوقه اللازمة وخاصة موضوع تبلش تدفع المستحقات المالية وتأمنوا الموارد البشرية اللازمة وشكرا